الغلو في الصالحين القاب وأسماء يسمي البعض بماذا؟ عبد الحسين وعبد الرضا وعبد 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 المطلب سبحان الله كيف تعبد هذه الأسماء لغير الله كيف تعبد الأولاد لغير الله أحب الأسماء لله عبد الله وعبد الرحمن كيف تجعل هذا عبدا لغير الله حتى في الاسم عبد المطلب يا أخواننا هذا ليس باسم عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم هذا لقب ليس باسم عبد المطلب اسمه ماذا؟ شيبة الحمد اسمه شيبة الحمد هذا لقب له لقب بهذا لأنه كان مسترضعاً في المدينة ثم جاء المطلب وأخذ شيبة الحمد أردف وخلفه تغير لون شيبة الحمد في السفر فأهل مكة لا يعرفوا هذا صغير لا يعرفوا قالوا من هذا؟ قالوا هذا عبد يعني عبودية رقيق من عبيد المطلب فقالوا هذا عبد قالوا لي من؟ قالوا عبد المطلب فألصق به هذا اللقب فلا يمكن أن نأتي نسمي الأولاد بعبد المطلب وعبد الحسين وعبد الرضا وعبد وعبد أجمعت الأمة الأمة أجمعت قاطبة على أن للحسين كم رأس بالله الحسين له كم رأس هاي الشيخ رأس واحد الأمة أجمعت لهذا في أحد يختلف في هذا؟ لا الآن الواقع خلاف هذا للحسين اليوم أكثر من خمسة رؤوس رأس في الشام ورأس في مصر ورأس في العراف ورأس في إيران ورأس في باكستان وقد تخرج رؤوس أكثر من هذا رجل واحد له أكثر من رأس ومساجد تبنى وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في فراش الموت عن ماذا؟ حذر من ماذا؟ حذر من الشرك حذر من اتخاذ قبور الأنبياء مساجد إذن قبور غير الأنبياء ورسول عليهم الصلاة والسلام من باب أو لا أنا لا تتخذ مساجد شكراً للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر